استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم الدكتور أمبيل أجيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين حاليا حيث بحث سموه معه أليات دعم التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخلال اللقاء نقل الدكتور أمبيل أجيلوس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخابة الرئيس الفلبيني بانينو أكينو الثالث وتحيات نائب الرئيس الفلبيني وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ولمملكة البحرين مزيد من التقدم والإزدهار فيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الفلبينية وبما يربط بين البلدين الصديقين من تنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص المملكة البحرين على الارتقاء بالتعاون مع جمهورية الفلبين وتوطيده في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين من علاقات متميزة وحرص على الارتقاء بها إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها الجالية الفلبينية في دعم أسس البناء والنهضة التي تشهدها المملكة وكلف سموه الدكتور غيلوس بنقل تحياته إلى الرئيس الفلبيني وإلى نائب الرئيس وتمنياته لهما بمنفور صحة والسعادة ولشعب الفلبيني التقدم والإزدهار من جانبه أشهد مبعوث الرئيس الفلبين بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين على كافة المستويات وكدان اهتمام بلاده بتطوير وتنمية علاقاتهما مع مملكة البحرين بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين منوها بالرعاية والاهتمام التي تحظى بها الجالية الأجنبية وبخاصة الفلبينية من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر ترجمة نانسي قنقر